كتاب تاني في الرسول المعلم بيذكر فيها أدوات كتيرة جدا 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 في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الحاجات اللي كان بيستخدمها أنا ليه بيقول ده؟ المعلمين لازم ينشطوا نفسهم شوية ويشوفوا طرق كتيرة جدا جدا يتعلموا بيها فرسول صلى الله عليه وسلم كان الشديد المرعاة للفروق الفردية بين المتعلمين فكان بيخاطب كل إنسان بما يفهم وكان يجيب كل سائل بما يتناسب معه ويتناسب مع حاله مرة يعلم بنته صغيرة بأنه يسيبها يلف معاه هي بتتعلم بالمشاهدة هي عايزة تسيح وتتعلم بالسياحة تعلم بالاستكشاف فحضرت النبي بقى معاه وكان بيراعي مستوى المتعلمين فما كانش يعلم المفتدئ زي المنتهي اللي أتقن العلم وبقى بيستخدم مسأله بيسر وبيقدر يستدل عليه وكان حضرت النبي ينوع في أسليب التعلم فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعلم حد بالمزاح مع أصحابه لكن ما كانش يقول غير حق صلى الله عليه وسلم وكان يعلمهم كتير من الأمور خلال الممازحة وكان يجعل المحبة تسري في التعليم أفكركم بس شوية ومسأل من أدوات تعليم الرسول اللي أصلى الله عليه وسلم هو إيه؟ إن نسبة الإنسان إليه إنه لما يجي يعلم حد ينسبه إليه فيقول له يا أخي فرسول اللي أصلى الله مرة الحاكم دخل الصلاة فقال لهم السلام عليكم أو عطس فشم فعطس فإيه؟ فحمي ده الله فقال الصحابة قعدوا يصمتوا يسكتوا فرسول اللي أصلى الله عليه وسلم يقول له حاصل بعد ما خلصوا هو منتظر بقى هو خارة سترعب فمنتظر أن بعد الصلاة حضرت النبي يعيشد عليه ليه؟ ما هو بوز شكله بوز الصلاة لأن الصحابة قعدوا يسكتوا طبعا ما تكلموش في الصلاة بس باين عليهم أنهم بيسكتوا فبيقول ليه؟ فأنعم به من معلم فما نهرني وما كهرني ولكن قال لي يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان من أدواته يكلم الواحد باسمه كده ويكلمه عشان يحس أنه هو أخوه فيقول له يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدع إني لا أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول الله معيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بالسؤال يسألهم أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دراني هي شيء؟ قالوا لا يبقى من دراني هي شيء قال فكذلك الصلاوات الخمس يمحوا الله بيهن الخطايا أدوات كتيرة جدا 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 كان بيستخدمها الرسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم وذلك التعليم يستمر معنا ويستمر كمان أدوات كتيرة من أدوات حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مع التطور للتكنولوجي بقاء والزكاة الاستطناعة والسوشيال ميديا قدمت لنا وسائل كتيرة مبتكرة ممكن نساعدنا في التعلم بشكل كبير لكن كمان محتاجين ننبه للتحديات اللي بتقابل أولادنا في عصر السوشيال ميديا زي التسطت بسبب الإدمان الألكتروني فلابد نحن نساعد أولادنا لأنهم يعتدلوا في استخدام هذه السوشيال ميديا اللي وصلتنا في بعض الأحيين إلى حاجة اسمها السيولة المعرفية المعرفة ما بقاش لها لضابط ولا رابط كلها معلومات معلومات والمعلومات غير العلم فإحنا عايزين نأسس في أولادنا السمود المعرفة المعرفة